لف همعلم لف أوقع تخش أوقع تخش ما تشغلش بالك باللي بيحصل في النقطة أيوة لف ورجع تاني على طول يا سطر يا رب هوا نصطبحت بوشي ميني النهاردة السلام عليكم يا شباب ازايكم عامليني واهلا بكم في حلقة جديدة قبل ما ابدأ حلقة النهاردة انا حابب باشكر صلاح على هديته الجميلة باشكراك جدا النهاردة ان شاء الله اجد عن حلقة جديدة من محاجي حراس الحدود طبعا انتو عارفين قبل ما نبدأ عايزين نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتنزل حلم ما تنسانيش بقى باللايك الجميل بتاعك ويلا بينا طب يا جدعان ورجعنا تاني للنقطة بتاعتنا ويلا بينا نكمل شغله ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة طبعا هنبص على لوحة الاقوامر نشوف مطلوب مننا ايه النهاردة عندنا مهرب المفروضة عربيته فيها تلات كشفات بايزين لغاية النهاردة ما ظهرش للأسف يعني تقريبا خايف يخش عندنا النقطة لان عارف ان انا موجود وقف في النقطة وعندنا مهرب تاني لمفروض جنسيته وطبعا الالعاب الاولمبية شغالة عندنا في المدينة وبتمنع اي عربية فيها اكتر من تلات حاجات بايزة وطبعا قيمة البضاعة معنا لازم نشاك عليها ولو اي حاجة بايزة في العربية هنسجلها والرخصة لو فيها اي حاجة مش مظبوطة صاحبها مش هيخش عندنا المدينة سواني كدا عنا انا رحل اتاكد من حاجة طيب. المفروض تصلحها على حسابك يعني. بما انك بتأجرها من ورايا يعني. انا مش عالف انت كنت مخبيها فين العربية دي. طيب دلوقتي العربية بتاعتنا باسم الله ما شاء الله رجع الجديدة. خلونا بقى نرجع للنقطة بتاعتنا. ونستلم اول واحد. بصوا بقى رجالة لو في حد مخبي حاجة كده ولا كده. يا يرميها يا يلف ويرجع تاني. احنا مش نقصين خنقة على الصبح يعني. فلو اي حد مخبي حاجة يطلحها بالزوء عشان كده كده انا هطلحها. ماشي متفقين? يلا بينا. نستلم اول عربية. تعالى باشا تفضل. خش معلم. واقف ليه مستني ايه طيب. خايف تخش ولا حاجة? افضل امعلم. الراجل ده شال بضاعة على فكرة ايه ده? ده معاه فراخ. طب تعالى باشا نزلي. لا نزلي نزلي. نزلي حبيبي. مش هيحصل زي المرة اللي قبل اللي فاتح. تاخد لي العربية وتجري. لا مفيش الكلام ده عندي. طلع لي الورق كده. وبعد كده ننزل كل البضاعة دية عشان نشاك عليها واحدة واحدة. وما انت بتكلم كتير ليه كده اصطاها? انا بشيف شغلي على فكرة اه? اسكت بقى شوية والنبي. بص عشان خطري اسكت. عشان ممكن ارميك في السجن عادي واخسر مئة وخمسين دولار. ما عنديش اي مشكلة يعني. خلو كده ننزل كل الكلام ده من العربية. نشاك على الحاجات دي الاول. مش مخبي حاجة في الفراخ? اكيد مش هيخبي حاجة جوال فراخي يعني. الفراخة انا لسه عملت حاجة لا اله الا الله. هجوم عن نقطة تاني. ولا تالت ولا عاشر ولا كام ده? ما عملتش حساب والله. كنت عايز اشتري ايه كم يا جدعان. لا 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 لا. الراجل هيخد عربته ويمشي. ايه ده? لف يا معلم لف. اوقع تخش. اوقع تخش. ما تشغلش بالك باللي بيحصل في النقطة. ايوة لف ورجع تاني على طول. يا سطر يا ربي. انا اصطبحت بوشي ميني النهاردة? هاتلي اللي هناك ده? تعال لي كده? تعال لي يا حبيبي تعال لي. انت جوتوا في المكان الغلط على فكرة والله. استنى بقى كده هاتلي اللي راح يستخبأ وياخد ده. واحد ده كده في دماغه. لا 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 انا كده موت. قدامنا دقيقة ونص لازم نخلص على العصابة دي. واحد واقعة. على كده معلم. يا اللي عمال تضرب ومش خايف انت. استنى بقى سبوه لي اللي ورا ده. سبوه لي اللي جاي عليا ده. واقعة هوت الحمد لله فاضل واحد جاي هنا. في كنبلة كنبلة اجري يا اجري يا هموت هموت. حد حصل له حاجة رجالة شد حلكم يا رجالة. اروح استخبأ انا بقى واسبهم يتعب. لا سواني سواني سواني. ايه ده? تعال معلم تعال. واحد واحد واقع? لا استنى. هيوع هيوع. هموت انا كده يا رجالة والله. يحموني يحموني والنبي. استنى. عمليني اخدوا في كفر انا عايز شين حاجات اللي ورا دي ملايش لازمة. واحد واقع هوت ايه ده? انا قتلت فرخة وخسرت عشرين دولار. طب ايه زنبي طير? وانا مالي بالفرخة يا جدعان. طلق اللي معنا خلص. يا جدعان حد يديني طلق. ارمولي طلق يا جدعان بعد اذنكو. انا مش عامل حساب للحاجات دي والله. يا جماعة حد يرميلي طلق. مش تعرفوا تعملوا حاجة من غيري على فكرة والله. اسمعوا كده. ده سواني كده رجالتك دعان في ايه? رجالتك خلصوا عليهم. استخبنا بقى. طب سواني بقى كده. احنا ممكن نعمل حركة لزيزة قوي. على فلاد. سواني كده اطلب فلاد. هو ينفع اطلب فلاد الوقتي. هو ده وقته. اكيد مش هيجي طبعا. ايه ده? واحد واقع واحد وقياسطة. طبعات للطلق بتاعك ياسطة. الطلق بتاعك طيب. لا اله الا الله ده انا اخسر فلوس قد كده هو من الاول. طب اعمل ايه طيب يا جدعان? سواني بقى اخش كده باي حاجة معي. انا كده نخسر النهاردة يا جدعان للأسف. مش عامل حسابي والله انا اسف. انا اسف يا رجال والله مش عامل حسابي. يا جدعان وانتو في ايه? والمستردسات اللي معاكم بلاستيك ولا ايه? طب سواني بقى كده اهلا? ده في واحد مات كمان. واحد اهو? استنى استنى استنى. تعالي. 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 خطفتلي واحد كده في السريع يعني. فاضل واحد بس يا جدعان. فاضل واحد. اهو واقف هناك اهو. صاني بقى كده. اروح انا موته. تعالي يا معلم. تعالي اللي بتجري انت تعالي. تعالي. تعالي يا حبيبي. الحمد لله. خلصنا عليهم يا جدعان وخسرنا واحد. عندنا ضحية واحدة. ده احنا كسبنا فلوس والله العظيم تخيله? انا كسبته تمنمية دولار انا كنت مفكر نفسي اخسر. وتخصم مني متين دولار. عشان ما تكفرتش النقطة كويس. للاسف ما كنتش عامل حساب والله. المفروض ان الزخيرة كانت خلصنا معي المرة اللي فاتت يعني. خلونا كده نشاك على السجن عندنا نشوف كم مسجون. انا نسيت اصلا الموضوع ده. المفروض ان احنا نرحلهم للسجن العمومي. واحد اتنين تلاتة اربعة. المفروض ان السجن ده بيشيل خمسة. والزابط واقف عليهم هنا بياخد الغياب. طبعا اكيد ما فيش حد هيعرف يهرب طول ما هو قاعد هنا يعني. طيب آآ خلونا كده نكمل ونشوف الناس اللي دخل عندنا المدينة نخلصهم سرعة عشان ننقل المساجين دي النهاردة للسجن العمومي. يلا باشا خشة باشا. هو انتو مهربتوش مخفتوش. ده فضلوا واقفين من ساعتها حاجة غريبة. طب والمعلم اللي انا كنت بشايك على العربية وده هرب ابن اللازين فلت. في ازاز عندنا هنا مكسور على فكرة. تعالوا كده معلم اطلع كده اطلع. وفي ازاز كمان مكسور هنا. هنسجل ازاز للقصر ده. آآ عندنا اتنين ازاز مكسورين. في حاجة وراء مكسورة ما فيش اي حاجة. طيب. معاه فرخة برضو. ايه حكيت الفراخ النهاردة? تمام هو المفروض انظف المكان ده الاول. الراجل يعني ما خدش البضاعة بتاعته. نظف لي كده باشا الحاجات دي كده. ماشي? طيب. آآ المفروض الراجل اللي فات ما خدش الحاجة بتاعته البضاعة بتاعته للأسف يعني. نزل يا بقى باشا كده الحاجات ديت. والنبي ما تتكلمش كتير. النقطة لسه مهجومة عليها دلوقتي واحنا مش فائئين الصراحة يعني. الواحد مش مركز والله معاك يعني. خلونا كده نشغل الكشاف بتاعنا عشان نشاكل في الراجل ده. طبعا اللي بتكلم كتير كده اكيد بيبقى عنده حاجة ومخبية في العربية يعني. هو مش اكيد قوي بس ممكن. يعني احنا برضو نركز نشغلي كده الاضاءات اللي قدام بعد اذنك. فيه عندنا ازاز مكسور سجلناه خلاص. تمام? نبص بقى على الكويتشات بسرعة. والرفرف. الكويتشات سليمة. والاكسدوم الخلفي سليم. والازاز كله دلوقتي سليم. والكويتش سليم. نبص كده على الكبوت. خبي حاجة هنا بسطة. قولي بس ما تكسفش. ده مش مخبي حاجة والله. كويس. سواني كده اجدعان نطلب برضو. عشان انا محتاج شوية حاجات اشتريها. هنطلبه ممتين دولار مفيش مشكلة. ماشي? ايه ده? فلاد وصل على طول على فكرة. نروح كده نستلم منه. خزنتين تلاتة لمسدس الكحيان اللي معايا ده. بصوا فلاد ده محترم جدا والله. بيسيب بيته وعياله. وبيجي يوقف جنب النقطة عندي هنا. ما تستنفع مني طبعا يعني. مستغربي ان انا طلبتك يعني ولا ايه? المفروض الحاجات دي اتعايز احطها عندي في المغزق. همش عارف اش هايلها اعمل بها ايه هنا. طيب عايزين زخيرة? بعد ازنك عم فلاد. اتلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وايه يا كده عام بقى الفين دولار. مش عارف عايز اشتريه والله العظيم. نفس اشتري ده. من ساعة ما بدأت لغاية النهار ده ما اشترتوش. انا معايا دلوقتي الفين تلتمائة وعشرة دولار اضحي واشتريه. طيب. هلونا كده مفضل الحاجات اللي معنا في المغزن مفروض ان احنا طورنا المغزن. ايوة كده. ننقل بقى كل الكلام ده. كل الحاجات دي اتملهاش لازمة معايا. مش عارف انش هايلة بعمل بها ايه اصلا. انا اخدت منك الورقة اسطح. اهو اخدت منك الورقة. ماشي. طيب نبص كده على العربية والسقف تاني. ما فيش حاجة يا جدعان. ما فيش حاجة بايزة في العربية تاني. وايه الراجل ده كان معها فرخة. ومعها شانطتين صفر. ما فهمش حاجة نضاف. نضاف لي كده المكان رجع لي الحاجة اللي نصحبها في العربية. نبص بقى ونركز في العربية كدهان عشان لو فيها اي حاجة وعدت للأسف انا هخسر وانا عايز اكسب النهاردة يعني. الكشفات عندنا تمام. نسعوني كده نبص على الكشفات اللي ورا. في حاجة بايزة هنا. الكشفات كلها سليمة. طيب نشايك على الرخصة بتاع العربية الاول نشوف كاملة البضاعة. آآ فرخة وشانطتين. فهمت البضاعة مزبوطة. الرخصة اف ار جي اف ار جي. ماشي. مزبوطة. طيب الاسم نشك كده على الاسم بسرعة. ورقم الباسبور. والراجل ده من حتة اسمها البركة. او رايح او جنسيتو البركة. الراجل ده تمام يا جدعان. ما عندوش اي حاجة مخالفة. حاجته كلها تمام والعربية بتاعته فيها حاجتين بايزين بس. يا رب يكون تفتيشي صح بس في الاخر يعني. تفضل يا باشا احلى ابروف ربنا وسطر. لو طلعت افتشنا صح هنكسب فلوس حلو على فكرة. لان المفروض ان انا ترقيت يعني. خد احلى ابروف في الدنيا. كسبنا مئة وعشرين دولار بس في حاجة ناقصة. ايه ده ازاي? معلملي على البروكن ويندو. علامة خطأ. ان انا طلعت اتنين والمفروض مفيش حاجة. ازاي يعني? مش انت كنتوا شايفين ان الازاز كان مكسور. حاجة غريبة يعني. بيقول لي ان انت عملت ده غلاط يعني. في حاجة غريبة انا مش فهمها. طي بيطلع لي كده باشا. بص كده على الراجل ده مع وجو بضاعة. بس ممكن يكون معه بضاعة تانية. من نوع تانية. اول حاجة عندنا كشاف هنا مكسورة هوت. خلونا كده نسجله. هدي اول واحد. ماشي. وبالمرة بقى واحنا فتحين الدفتر بتاعنا. نشوف الرخصة بتاعتي العربية واسمه. هنا. مش مظبوط. الراجل ده كده كده مش هيخش. رقم البصبور مش مظبوط. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. ففكر نفسك هتعدي بسهولة كده. الف وربعمية دي بتشيل لحد الفون وتلاتين. اه فيه اصلا بضاعة معه هنا هو. تعال يا معلم. تعال يا معلم. تعال يا حبيبي. تعال تعال تعال. تعال. فضل ما باشي عالسجن. عالسجن يا حبيب قلبي. عالسجن. منور السجن يا معلم. منور. اصطب اللي عليك محدش يهرب منك. هنقلهم كلهم النهاردة ان شاء الله. هو حد يهرب منك. هزعل والله العزيز. طيب دلوقتي المفروض فيه خمس مساجين. بقى لهم يعيني هنا داخل في تقريبا ست سبعة ايام. او اكتر كمان. ما تحركوش من هنا خالص يعني. مفروض نوديهم على السجن العمومي. عشان اه ياخد راحاتهم هناك بقى. طلع لي بقى الحاجات اللي في العربية كده. فيه حاجة هنا في الرفرف ده. ماشي. مهرب دولارات. تعال معلم. تعالي. العربة دي اكيد ملغمة. ثاني بقى نركز كده في كل حتة وفي كل تفصيلة في العربية. الرفرف هنا برضو. فيه برضو معانا هنا. دولارات. كنت اقول لي بالزوء انا عديك. فيه حاجة هنا. ما فيش حاجة هنا. في حاجة فالكاوتشات. ما فيش حاجة فالكاوتشات. طب جوة بقى العربية. حكيث في حاجة هنا. صح كده. محتاجين بس الكينة. طبعا انا جدعان لو انا قسرت العربية بتخصم مني فلوس برضو. حتى لو انا مسجنت صاحبها يعني. لان ده مش من حق يعني. الله ايه ده 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 يا معلم. رفونتن بهد للدنيا. ايه ده? طيب. حلو جدا. معاتش معايا مكان للأسف. خلونا كده نحط الحاجات ديت في المغزن عندنا. لكن كان في مكان اتوقع. اه في مكان اهوت. ممكن نحط الحاجات دي هنا. عايزين ننقلها بقى كلها النهاردة ضروري. آآآ كده اتوقع العربية. نضفت. معاتش فيها حاجة. هنشوف برضو التقرير في الاخر. تعالى باشا. ونبيش اللي بقى العربية ده كده ونضف للمكان وروائل على الكلام الفين ربعمية وتلاتين دولار الفين خمسمائة وخمسين برضو في حاجة غلط على فكرة فيها ستة حاجات واحنا طلعنا اربع اماكن في العربية اخسارة راح عليها اربعين دولار والله ازاك دعا ما احنا لفين حاولين العربية كتير يعني هاتلي بقى اللي بعده كده يا رب بس مايجي مهرب تاني لان مافيش مكان في السجن كده مسكنا اللي هو عنده تلات كشفات بايزين وفعلا كان عنده تلات كشفات بايزين الكشفين اللي قدام والكشفين اللي وراء فاضل اللي من اركي اتوقع ان احنا هنمسيكوا النهاردة برضو على كده اعمال خرج اللي براء العربية بسرعة بقى كده نزلي بقى كل البضاعة ديت كده انت بتزوقيني ليسطا في ايه وانا مش عاجبة كل حاجة ببصولي كده دي ايه ايه يا عم التوك توك ده يا عم اكيد بقى العربية دي فيها حاجة فيه عندنا هنا بايز العربية دي مرشاق ابضاء عليه كده ده مفيش مكان هات ليه كده الورقة بعد ازنك هات يا فشل الورق هات محترم يا ابني محترم العربية دي فيها حاجة من هنا فيه تابلو مفيش تابلو اتوقع كده يا جدعان العربية دي مفيهاش حاجة اول حاجة عندنا لازم نسجله عندنا ونبص على بقية العربية ونركز الرخصة بتاعته امي اكس خمس مئة وتلاتين سيكس تي واي ماشي واسمه هم حاجة اسمه بيكون مزبوط معنا برضو اتنين وعشرين مارس تصريح الدخول خلصان شهر تلاتة واحنا شهر اربعة النهار والباسبور كمان خلصان للأسف مش هيخش فلو كده نشاك على البضاعة بسرعة افتح لي بقى كل الكلام ده مفيش اي حاجة هنا مفيش اي حاجة هنا تمام والشنطة اللي هناك ديت طيب هو كده كده اصلا مش هيخش عشان تاريخ الباسبور خلصان والفيزا بتاعته كمان خلصانة نوزن كده العربية ديت خمسمه وتمانين كيلو بتشيل لحدة تسعمائة وتسعين كيلو نركز بقى في العربية ونشوف ايه الاخطاء اللي موجودة فيها برضو وعندنا كمان وفي حاجة تانية هنا مفيش اي حاجة الكشفات الاكسضام انا مش عارف العربية دي بيكون فيها اكسضام وراء لا لا ايه حاجة هنا طيب هو الراجل ده مش مهرد بس ورقه مش مصبوط فيه اكسضام كمان اللي هو البامبر ميسنج بامبر فيه ازاز بايز ولا حاجة سونا ايه كده نشغل الكشف التاني كشف التاني ده بقى اللي هيساعدنا وهيعرفنا ازا كان فيه ازاز بايز في العربية ولا لا متهيئة لما فيش ازاز بايز في العربية يا جدعان للأسف يا باشا انت مش هتخش عشان ورقك مش مصبوط اضبط ورقك وبقت علالي تاني ان شاء الله بقى اديك يعني عذرني ورقك مش مصبوط لأ ما تعمل ليش فيها غلبان والنبي يقول لي ليه ليه اللي حصل فش على بعد وفضل كام واحد فضل ده بس ده المهرب الاخير يا جدعان انا متأكد المهرب ده اللي هو من اركي هاتلي كده الورق هبص على الورق بص واحدة بس لأ من رالي لسه مش هنلاقيه برضو ستين دولار تمام ده الصورة بايزة كمان والكارجولست نسيتا شيك عليها ده في حاجات كتير جدا يا جدعان والله العظيم ونقصة مرايا ونقصة بامبر كمان اللي هو كويس ان انا مخسرتش ده اهم حاجة ده نقصة حاجات كتير قوي ماخدتش بالي الكلام ده لا تعالي بقى كده معلم تعالي كده اطلع لي بره العربية كده يا جميل انزلي كده انزل بتشيل بضاعة شيل بضاعة يوم كسود النهاردة عارف لو لقيت معك اي حاجة مخالفة صدقني هكسرلك العربية ديتها على دماغك نشاك كده على الحاجات اللي معنا سونا كده نشغل الكشافة التانية عشان نشوف لو في حاجة نخبيها هنا ولا هنا لا اعزين بقى نركز اكتر جدعان نسيت موضوع المرايات ده خالص كل مرة لازم انسى حاجة طيب هنا مفيش حاجة والغسالة ديت مفيش حاجة الراجل ده شكله نضيف وبضاعة نضيفة ترجع لي كده بعد اذنك الحاجة نركز بقى مع العربية جدعان عشان مش كل مرة يحصل نفس اللي بيحصل معايا ده اول حاجة رخصة بتاعة العربية عشرين واحد وخمسين اف جي ماشي مظبوطة اسمه مظبوط هنا واسمه في الفيزا مظبوط واسمه في الرخصة مظبوط طيب اه رقم Villa Haul Passport مظبوط. تسعة خمسة الف تصين واحد تامانين مظبوط سبعة عاشرين خمسة الف تصين واحد ثمانين مظبوط. آآ قايمة البضاعة كل حاجة لحد الوقت مظبوطة. فاضل بس ان احنا نشايك على العربية كلها ونشوف لو فيها حاجة مش مظبوطة. الراجل ده شكله مش مهرط نضيف الكووتشات كلها سليمة. المكان ده اهم حاجة فيه حاجة. مفيش chage طيب نبص فوق هنا. نبص في المطور. مفيش حاجة في المطور. نبص فوق هنا كده. ونبص على الكراسي برضو. ما فيش اي حاجة. الراجل ده شكله محترم يا جدعان. هنختم اليوم النهاردة بالراجل محترم جدا. اه دي اول حاجة. كشاف ناقص اللي هو شبه ده كده. ناقص من هنا. والاكصدام موجود. والكشفات اللي هنا. موجودة. والمرايات. المرايات موجودة. متهالي العربية ديت ما بيكونش فيها اكصدام خلفي. الراجل ده ورقه كله سليم يا جدعان. نعديه. ايه رأيكم? نعديه تفتيشنا كده المفروض صح يعني. عارف لو ختمت اليوم وخسرت. هزعل منك والله. هو ملوز زنبه اصلا. طيب يا باشي هتفضل. انت تمام احلى ابروفي على عيونك ونورت عندنا المدينة. تفضل يا باشي. طيب. دلوقتي المفروض نروح نودي المساجين عندنا السجن العمومي. احنا عندنا كم واحد. المفروض معنا هنا خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة اخمسة. بنورينا رجالة. طيب المفروض كسبت مية وعشرين دولار من التفتيش الاخير غلط ازاي يعني. في العربية ما كانش موجود. اللي على الشمال انا ورتكوا اصلا الموضوع ده. بس كان في عندنا ازاز مكسور ما خدتش بالي منه. واس ان احنا كسبنا. طيب السجن عندنا بيشيل كام بقى اقدر روح انام طيب النهاردة. السجن عندنا بيشيل خمسة. لأ بيشيل اربعة. السجن اللي قبل كده بيشيل اربعة. يعني فيه واحد ممكن يهرب يا جدعان. واضطر اخدهم بالليل دلوقتي. طيب ننقلهم فاني عربية بقى. سواني كده العربية اللي هي كبيرة. اللي شبه المقرباص دي. بتشيل خمس مساجين. حلو. نطورها التطويرها دي بستمائة دولار. ماشي طورناها كويس. بقى معنا دلوقتي الف وتمنمائة وتلاتين دولار. خلونا كده نغير العربية. نخليها اللي هي دي. المفروض دلوقتي ان حجمها كبر شوية. وباقي بتاخد مساجين اكتر. ما فيش اي اختلاف يعني. طيب معنا هنا بضاعة طيب. نحطها. ماشي. وعايزين ناخد البضاعة اللي جوة كلها عشان نروح نسلمها برضو. المفروض ان العربية دي بعد ما طورتها بتشيل حاجات اكتر يعني. من اللي انا مسكتها. المهم خلونا بقى ننقل مساجين دلوقتي بالليل كده بس هيطلع عليها عصابات. وهيبقى يوم باعلم بلا ربنا يعني. خلونا كده ننقلهم كلهم. تعال كده معلم. يا ربا بس ما هربوا. نركز بقى. ماشي. تعال كده معلم. هننقلكوا بالليل كده. يا ربا بس ما يكون فيه عصابات بالليل. وهتلي بقى الحاجات اللي احنا مسكناها. هاتلي دي ودي 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 ودي. معتش معايا مكان. طب احنا عايزين نطور الشنطة بتاعتنا اصلا. ماشي. نشيل السكينة دي على جنب دلوقتي ونشيل دي. ماشي وهاتلي كل الحاجات ديت. نشيل دي. ونشيل دي. الحاجات دي كده كده مش محتاجينها. تمام? ونشيل ده كمان. طب انا نخدهم بعدين عادي. ونشيل السكينة برضو. مش عايزين نسيب اي حاجة هنا خالص عشان نفضي مكان. هيتبقى الاتنين دولة معنا. مش مهم نبقى نوديهم في يوم تاني. يلا بينا يا شباب هنتحرك بقى بالليل. هو ده الحل الوحيد انا خايف يهربوا والله. بصراحة. سواني كده? لأ منورين. رحلة سعيدة ان شاء الله. يلا بينا. هنركب بقى العربية بتاعتنا وبعد كده ندورها. ونشغل طبعا اكيد السرينة. ويلا باشا هنتكل على الله. بسرعة جدا احنا ناخد الطريق يمين في يمين على طول. المفروض ان في عصاباتها تقابلنا دلوقتي. دمت اكيد صحاب المساجين يا جدعان. بس انا طبعا مش هنزل هتعامل معهم يعني. عشان معي مساجين كتير. نقلة كبيرة النهاردة. اول مرة العدد ده من المساجين الصراحة. واخيرا الحمد الله وصلنا يا جدعان بسلام. العربية بس خدت لها طلقتين بس مش مهم. وكمان كسارة الازاز الامامي. مش مهم برضو عادي. لبقى نصلحة خمسين دولار سهلة يعني. تمام والازاز اللي قدام اللي على الشمال الكسر والازاز اللي في العربية كله كسر يعني. مش مهم مش مهمة كده عن ما فيش مشكلة. ما عنديش ايه مشكلة. انا معي فلوس يا باشا. ساني بقى كده وريني ايه اللي الكسر. كل الازاز اللي في العربية. مش عارف ايه قصتي مع الازاز بصراحة يعني. كل العربية ركبها في اللحبة دي لازم اكسرها بالشكل ده. طحفة فنية والله. طيب اخدها باشا. افضل لباشا اخد المساجين. تسبنا تسعمية واتنين دولار. رقم محترم. والله عزيم رقم محترم. معلش بقى عامل لكم قلق بالليل. بس عاد يعني عشان الناس تخاف. ايوة عازين بقى نطلع بسلام بقى يعني. مش عايز اكسر الازاز اللي ورا. يا فاق ازاز من ورا اصلا لا ما فياش ازاء. ايوة خش باشا في الصخرة خش. عشس ان انا وانا ماشي كده حد هينشيني طلقة من الازازل الكسر ده. طيب دلوقتي المفروض بقى هنروح نودي الحاجات اللي احنا مسكناها. اهم حاجة بس ما فيش عصابات على الاول الكوبري ده. او النافق ده. ما فيش الحمد لله. وسع يا ابني وسع. وسع عايز انجئز. سواني واحنا فين? اول شمال فاول يمين فاول يمين. انا مستغرب والله. هما سايبين العصابات دي في المدينة انا نتعامل معها. طيب انا مالي يعني. طيب العربية بتاعتها تنفجر دلوقتي بسببي والله. انا هدفع تصليحات قد كده. طيب المفروض انخش شمال الجاي ده. وسعوا لي بقى انت روحت فين? المعلم ده راح فين? دخل في الحيطة ولا ايه? المكان ده غريب جدا يا جدعان. ده مقابر دي ولا ايه? انا اول مرة اشوف المكان ده او اول مرة اخد بالي منه يعني. اكيد شفته قبل كده كزا مرة يعني. طيب. احنا تقريبا قربنا نوصل للنقطة اللي هنودي فيها الحاجات اللي احنا مسكناها. طيب يا جدعان واخيرا الحمد لله وصلت بعد معاناة مع الطريق. ايوة باشا افتحولي يا باشا افتحولي انا تبعكم. دايما انا داخل الراجل اللي هنا ده بيكون طالع من البابا دي. هو عايز نغبطه باي شاك? انت بسطة مخنوق من حياتك عايز تموتي يعني ولا ايه مش فاهم? اللي مزعلك طيب ميخليك واقف قدام البابا انا داخل هنا. مش فاهم انت ظابط نفسك وظابط معايدك عليها ليه كده? خد يا باشا كل الحاجات دي تلتمائة ساعة وسبعين دولار. وخلونا بقى دلوقتي على طول. نرجع للنقطة بتاعتنا. طبعا المفروض ان الزبط ده دلوقتي بيشكر فيها وبيقول ما شاء الله عليه. عمل شغل واداء حلو او في المدينة يعني. المفروض ان انا الزبط الجديد هنا في المدينة. طيب خلونا بقى نطلع من المكان ده ونوصل للنقطة بتاعتنا بسرعة. توقع ان النهار طلع كمان ملحقت الشنامه. متاعيز انام لي ساعتين ولا حاجة فوق بقى. ايه ده بقى? اكيد العصابات اللي في المدينة هي اللي عاملة الحوار ده. طيب قول لي بقى عدي ازاي دلوقتي? نقدر نكسره طيب? للأسف مش هقدر اكسره. لازم يكون معي سواني كده اخر مرة نكسر فيه كده. للأسف اكده عم مش هينفع. لو انت مستنيني ولا حاجة? انت انفكر ان انا هعرف اكسر البتاع ده ولا اشيله? اكيد مش هعرف اشيله. مش معي مش عامل حسابي. طيب نرجع بقى تاني للأسف ونشوف اي طريق سالك. اوقف انتوا بقى مع نفسكم هنا استنوا بقى. ده كان مشوار من اقل بستين نيلة. هو في ايه? وانا مش هارف ارجع النقطة بتاعتي ليه طيب. نسيت الموضوع بتاع الاكس ده خالص والله. كنتش بتتوقع ان هيكون فيه جزع شجرة في نص الطريق. في اي وقت كده. لأ شغالي بقى السرينة كده معلشي. الحمد لله يا جدعان واخيرا وصلت للنقطة بتاعتي بسلام. بعد اما عربية ده اغداغت ميت حتة. طيب فضل لباشي. خدوا عربيتكم. مش عايزها. عربية خربانة قوي. اعمل اطور فيها اي مينش مال مش عايز اتطور. اقفل يا عام اقفل بقى الازعاج ده. خد كده باشي اصلاح للعربية. محتاجة كان بقى خمسين دولار. حلوي. حلوين يا جدعان. بس مش ياخد اكتر من كده محترق. طيب صلحنا العربية. انا بقى دلوقتي ارحموني شوية. عندنا كام عربية هنا. واحد اتنين تلاتة. ثلاث عربيات. ممكن نفتشهم في السريع. اه معنا تلات تلاف دولار اجدعان ممكن نطلب سواني كده. كده تخلع وتسيبني. مش تستنيني طيب كنت عايز اشتري ما لكش نصيب. طيب عندنا مهرب من خلونا كده نشاكل العربات دي بسرعة اجدعان. نزلي كده نزلي كده معلم. نزلي كده. نزلي بقى كده عشان نركز معاكم بقى. نزلي بقى كل الكلام ده. اه حاج انت راجل كبير ما تتكلمش يعني. هو ده هو في ايه? وهو في منه خمسمية واحد هنا. نزلي بقى كل الحاجات دي بسرعة 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 بسرعة. كل دي بضاعة. راح فين بالبضاعة دي كلها. طيب شغل بقى تكشف على طول. مش عايزين اي حاجة فتنة اجدعان. ركز 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 ركز. ما فيش حاجة هنا ما فيش حاجة هنا. في البتجازات ديت ما فيش اي حاجة. سجلي كل الكلام ده واحنا بنفتش. ما فيش اي حاجة ما فيش اي حاجة. تبقى التلاجة ديت ما فيش اي حاجة. الراجل محترم. شكله محترم باين عليه. قاعدة الحمام ديت ما فيش اي حاجة جوه. ما فيش اي حاجة. الاسمنت. الاسمنت ما فيش اي حاجة. رجع لقى باشا كل البضاعة ديت للراجل ده الراجل ده محترم بضاعة ونضيفة. ماشي نركز بقى. في حاجة هنا. ما فيش حاجة هنا. تابه هنا. ما فيش حاجة هنا. ما فيش اي حاجة. نبص كده على الرخصة بتاعة العربية. تلاتين تسعة عشرين اف كي. ماشي. الاسامي بسرعة. ماشي. المفروض كنت نام يا جدعان والله. مشكلة ان القوة دي مش هتشتغل معيها كويس يعني. اكيد مش هسيب النقطة هنام دلوقتي يعني. الراجل ده المفروض جنسيته اكريستان. آم باسفور تمنتاشر خمسة ألف وتسعمائة وتمانين عشرة اتناشر ألف وتسعمائة وتمانين. قيمة البضاعة بتاعته كلها تمام ما فيش اي مشكلة. الفاضل بقى ان احنا نشاك جوة العربية. ونبص على التفلول اللي هنا. مفوش حاجة. انت مش مهرب حاجة اسطح. وللصراحة. متحكش عليا. توقف لي كده ليه? توقف بعيد شوية وانا بفتش. المريات موجودة. الكشاف. فيه كشاف بايز. نسجله. فيه كشاف عندنا بايز. اهو. كشاف اللي هنا بايز. والاكسدام الامامي تمام. وعندنا الازاز. فيه ازاز كتير بايز. سواني. ادي واحد اتنين. فيه اتنين ازاز بايزين. المريات سليمة. المريات كلها سليمة. طي. فيه كشافات ورا كمان. سواني كنبص على المطور. لأ المطور مفوش حاجة دعا. نبص على الكشافات اللي ورا لو فيها حاجة مكسورة. ابا. فيه كشاف كمان مكسورة جدعان. اكتر من تلات حاجات الراجل ده مش هيخش. تخيلوا. الراجل ده مش هيخش. عنده اتنين ازاز مكسورين. وعنده كشافين بايزين مكسورين برضه هو. واحد مكسورة هو. اظن كده بتاعي صح. مفوش اي مشكلة يعني. الراجل ده مش هيخش. يوسف نقولك ان انت مش هتخش. العربية بتاعتك بايزة. صلحة وبقى تعلمنا تاني. يلا باشا اللي بعده. عندنا كما عربية هنا. يا ربا ما فيه عربيات تيجي تاني. كفية كده. يا معلم واقف ليه? مستني ايه? يلا باشا لف وارجع تاني. يا رب يكون تفتيشي صح مش هزخصة. هات يا باشا. لا لا نزلي نزلي. محبش حد يميديلي ايده كده. انزل يا معلم احترمني شوية بقى. مية وستين دولار يا جدعان. وترقيت كمان الله. ترقية ديقة كده هتدينا فلوس اكتر يعني. شكلك كده مخبي حاجة في العربية دي. انخدت منك الورق. هاتليك كده الورق يا باشا. معي الورق. ماشي. نوزن العربية الاول دي اهم حاجة عندنا. تلاتة تسعمائة وسبعين كيلو واربعة تلاف متين واربعين كيلو. شاك كده على المطور بسرعة. مفوش حاجة. طب الاكس دماط. كشفات. كشفات سليمة. رخصة العربية. زد اكس ايه. سمسمائة وخمستاشر. ماشي. مظبوط. الكويتشات. الكويتشات كلها سليمة. تانك البنزين. ومعا بضاعة هنا. تعال بقى يا معلم كده. بيقول لي خلي بلاك من البضاعة. متخافش يا معلم متخافش. انا بنزل البضاعة بالراحة والله ما تقلقش يعني. ما بصليش كده بالله علي. اه عندنا هنا كشف بايز هنسجله. والكويتشات كلها سليمة. مفيش حاجة بايزة. مفيش حاجة. كابينة. ماشي حاجة هنا. الراجل ده معهوش اي ممنوعات على فكرة. الراجل ده تمام. بس الفكرة بقى دلوقتي في البضاعة. كشفات قدام سليمة المريات سليمة. لو البضاعة سليمة هيخش يا جدعان الراجل ده. ما عندوش اي مشكلة خالص يعني. ونشوف بقى التريقية الجديدة دي هتقبضنا كام. نشاك على الحاجات ديت. اتوقع نضيفة ما فياش حاجة برضو. قد ليه كده بوتو جهاز ده. نفوش حاجة. وهنا. ما فيش اي حاجة تابوه هنا. ما فيش اي حاجة. وعندك الاسمنت كله تمام. ماشي. وهنا الاسمنت ده. كله تمام. كده حاجته كلها تمام يا جدعاء. ودلوقتي بقى جات مرحلة ان احنا نشاك على الورق ونشوف ازا كان في حاجة بايزة ولا لا. لو في حاجة مش مزبوطة في الورق خلاص يا معالي. انت للأسف مش هتخش. اسمه اهم حاجة. اوه قوة دي بقى بقت اه صعبة ليه كده. تركيزي قل على فكرة. ماشي. الراجل ده تمام يا جدعان هيخش ان شاء الله. فاضل بس قيمة البضاعة نشاك عليها اربعة شهر خمسة الف تسعمائة وتمانين. تسعة ستة الف تسعمائة وتمانين. الراجل ده تمام فاضله بس قيمة البضاعة نشاك عليها. طيب يا قيمة البضاعة بتاعته تمام كلها. بس انا لاحزت حاجة هنا ان احنا دخلنا واحد خمسة الف تسعمائة وتمانين جوة اللعبة يعني. فاحنا دخلنا في شهر خمسة. لازم نركز بقى في الموضوع ده. طيب الراجل ده هيخش يا جدعان. ما عندوش اي حاجة مخالفة. غير بس الكشاف اللي كان مكسور ورا ده او لمبة اشارة. كانت مكسورة. فاتفضل باشا. اهلا بيك. كسبنا امتين دولار. الله. ما فيش ولا غلطة يا جدعان. بقى هنا بنكسب كمان امتين دولار. لا الترقية الجديدة عاملة شغلة حلوة اوي. تعال يا باشا انزل يا باشا انزل. معك بضاعة. تعالي يا حبيبي تعالي. هاتلي بقى ورقك كده. صاني نبص على شكل الراجل ده. نفس الشكل اللي معنا في الباسبور. ما فيش اي مشكلة. انا دايما بانس برضو الموضوع ده. خلونا كده نبص هنا جوة العربية. الراجل ده مهرب. تعالي يا معلم على السجن. يا الله حبيبي. هو في ايه? هو انت معترض ولا حاجة? ايه اللي مخليك معترض ان انت تخش السجن يعني? ما انت عارف يا باشا? انت دخلت بحاجات ممنوعات. مش هينفع تخش اكيد يعني. وبعدين مش اي حد واقف هنا في النقط. خلونا كده ناخد العدة بتاعتنا بقى عشان هنشاك على العربية دي كلها. ونشوف ايه الحاجات اللي موجودة فيها. المفروض ان احنا نرس بقى الحاجات ديت مثلا حطها واحد اتنين ثلاثة ايوة كده تمام. خلونا بقى نشيك ونطلع الحاجات الموجودة في العربية دي كلها. مسكنا المهرب اللي احنا كنا مندور عليه. كويس جدا. قتلي بقى باشا كده العربية دي حتة حتة كده. الاول نقطع الكرسي ده ونطلع الحاجات اللي موجودة فيه. اوه. بيقول انت بقيت كويس. الله يخليهم لك يا رب. الله يخليهم لك. كله بتعليماتك قائد. في حاجة هنا. ما فيش حاجة هنا. بص بقى كده ونركز. ممكن يكون مخاب بحاجة تانية. ماشي الكويتشات. ما فيش حاجة. وهي الكويتشات هنا ما فيش حاجة. توقع بقى الحاجات اللي بقية هتكون في البضاعة بتاعته. سواني الكويتش ده فيه حاجات. يبقى لوي زرقة. قتلي كده دي ماشي. في حاجة هنا. في حاجة هنا برضو. آآ في حاجة هنا. اكيد في حاجة هنا. مليون في المية يعني. بقى لي كتير اوه ملقتش حاجات جوة البضاعة ومخاف ولا ايه? اه اهو? في حاجات هنا ايه? كل الدوات اللي معنا تكسر. تبهتلي كده عصيات الشرط دي ماشي. تبهتلي مسلا دي ماشي. ده ايه? اي حاجة انا تكسر بها طيق. عايز اجيب عدة جديدة بقى لان مش تنفق. هم محتاجين عدة دلوقتي. لازم اكلم معي اهو اكس كويس. تكسر بقى. هتلي بقاشة الدولارات دي قد. هتلي معلم. ايه حاجة هنا مخبيها تاني? هلا? ده انت ايوم اكسويت. ده انت هتتنفق في السجن العموم يا معلق. كده خلاص اكدها انطلعنا كل الحاجات الممنوعة في البضاعة بتاعته. اتوقع ما فيش حاجة هنا برضو. طيب كسبنا كام مية وستين دولار. كان لسه في حاجات كمان. لسه في حاجة المفروض كنا نطلعها من العربية. بس الاسف معرفتش مكانها يعني. فاضل معنا كام واحد ايه ده? في واحد لسه واصل دلوقتي. طيب تعال ليه كده? المفروض دول اخر اتنين هنختم بيوم يومنا النهاردة. تعال يا محترم تعالي. انزل بس الاول كده انزل 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 ما تتكسفش تعالي تعالي يا معلق. تعالي. هو هتكون مهرق. اوها. عالسجن على طول. اول حاجة نبص على الورقة في السريعة. يا الله ما عادش عندي قوة خالص. طيب. اوها. 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 حبيبي. انت هدخل ببضاعة ليه? حدش قال لك تجيب البضاعة دي كلها. لازم نشاك حتة حتة. نشاك بقى كده بسرعة. واحنا ايدين الكشاف. ونشوف ازا كان ما هرب حاجة هنا ولا لأ. حاجة في البتوجاز? مفيش حاجة في البتوجاز. الراجل ده حاجته كلها ما فاش حاجة. نشاك على العربية حتة حتة ونشوف ايه الاخطاء اللي موجودة فيها. الكوتشات سليمة. عندك التانك البنزين. الكوتش اللي هنا سليم. المريات. الكشفات. تمام? عايزين نبص هنا في المطور. ما فيهوش حاجة. تبقوا هنا. ما فيهوش حاجة. والكوتشات كلها سليمة هنا. نبص كده جوة الكابينة بتاع العربية. ما فيش حاجة. توقع الراجل ده نضيف يا جدعان. الراجل ده نضيف. ما فيهوش اي حاجة. فاضل بس قوامة البضاعة نشاك عليها. وان شاء الله نعديه يعني. ورقم العربية زيرو بي كيو زيرو بي كيو تمنتاشر عشرين زد ال. مزبطين. ماشي. ما فيش حاجة بقى ناصف العربية زيت نفسها. اتوقع عربية كلها كده سليمة. ما فيش اي حاجة. الراجل ده ان شاء الله هيخش يا جدعان. ما عندوش اي حاجة مخالفة على فكرة. كشفات اللي هنا كلها سليمة. كشفات اللي هنا كلها سليمة. الازاز. سواني كده. في ازاز مكسور. بروكن ويندو. اهو. اللي فوق ده. ماشي. في حاجة تانية هنا. ما فيش اي ازاز مكسور هنا وفي ازاز كمان مكسور. اه دي الحاجة الوحيدة اللي ما باخدش بالي منها والله. الازاز هنا مكسور برضو. مهمة برضو الاضاءة البيضة دي. طيب. هو فيها حاجتين بالزبط فمش مهمة طبعا الراجل هيخش عندنا تفضل باشا احلى ابروف. يا رب يكون تفتيشي صح. ما شيكتش على قيمة البضاعة. ربنا اقصته. كل اللي كسبته خسرته. قيمة البضاعة نسيت اشاك عليها. نسيت خالص. ما نكسب بايلوك بقى. نكسب بايلوك مش مهمة. كسبنا والله وكسبنا كمان متين دولار اه والله العظيمة. ايه ده? ايه الحلاوة ده باحمي? مفيش ولا غلطة. التفتيش الجامل ده. تعالى معلم. نزلي بقى من التوكتوك ده بعد ازنك كده? نزلي كده? مفيش تكاتك بتعدي من هنا خلص. نزلي نزلي الحاجة دي كلها. نزلي باشي. نزلي. شكل كده هاختم بيك اليوم النهار ده. شكلك مورق. سواني كده? لأ شكله ببين عليه محترم يا جدعان الراجل ده. مش عايزين نزلومه من الاول. طيب عنده اول حاجة كشاف آآ قصدي لمبة اشارة بايزة. لازم نسجلها وعنده كمان كاوتش بايز. تالتة لسه معنا الرابعة مش هيعدي. في بضاعة هنا. خلينو كده نفتح الكشاف التاني عشان نشوف ازا كان مهرب حاجة ولا حاجة. في عندنا كمان الكاوتشات كلها سليمة. العربة بقى من جوة. ايه حاجة هنا مخبيها معلم? قول الصراحة. بالله عليك. عشان خطر لا ما تعدش تتكلم بقى. بيقول لي شوف شغلك مش مسموح ان ان انت تدخل العربية بتاعتي. لا يا باشا طالما انت جيت هنا يبقى انا مسموح هعمل اي حاجة. لا ممكن ايوديك السجن عادي دلوقتي عادي. وبساطة خلص. بس انا اكيد مش هزلمك. طيب عندنا كمان مراية هنا نقصة. لا 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 لا. تعال معلم. للاسف يا باشا انت مش داخل عندنا المدينة. وده اللي انا كنت مستنيه بصراحة. وانا فرحان جدا ان انت مش داخل عشان انت بتتكلم كتير اصلا. وعندنا كمان اه ازاز اكيد مكسور. استنوا كده نشوف. في ازاز مكسور. في ازاز مكسور. اكيد. لا تسد ده ما فيش ازاز مكسور. بس هو عنده اكتر من تلات حاجات بايزين في العربية. فاكيد مش هيعدي يعني. فاضل معنا بس البضاعة نشيك عليها في السريع. هي حاجات بسيطة جدا. افتح كده الشناط دي. ما لقيتش لغاية النهاردة حد مهرب حاجة في الشناط دي. رجع لي كده حاجة. رجع لي كده باشي الحاجة دي بعد ازنك العربية. فضل. مش هباشا. اخد البصبور بتاعك. اخد ورقك. ولفه واتكل على الله. مش عايزين نشوف وشك هنا لما تيجي بورق مصبوط. سواني برضو نشاك على الورق. مشان لو في حاجة غلط. الاسم والكلام ده كله. تمام اسمه سلياف. ماشي اوزين مش عارف ايه? سليف سليف. اوزين سليف. سليف. اسمه هنا في الرخصة غلط. تعال يا معلق. الاسم في حاجة غلط كمان. هنا سليف. حرف الاو هنا وحرف الايه هنا. طيب. ايه زيرو زيرو ار سكس انا مش عارف ايه? اه ستة عشرين مايه الف تسعمائة واحدة تمانين. تسعمائة و الف تسعمائة واحدة تمانين. حلو. رقم العربية. اتخصم مني تلتم حمشار دولار. اي في زد اي في زد. يعني فيه غلط كمان هنا. رقم العربية. اا اا اان هو واحد اللي هو ده الراجل ده للأسف دي كل الاخطاء اللي عنده. عنده حاجات كتير قوي. والصورة كمان فيها مشكلة تخيلوا. هنا مربي دانه وهنا مش مربي دانه. هو اصلا مش نفس الرجل اللي في البصبور يعني. فاحنا ممكن نقول كمان الصورة. شفتوا اخطاء قدية يا جدعان كانت تتعدي مني. فاضل قيمة البضاعة. عندك كمان يا باشا قيمة البضاعة فيها غلاء. كل دي اخطاء المفروض يكفؤوني على كل الحاجات اللي انا عملتها دلوقتي دي. والله طلعت بلاوي في العربية دي. بس هو الراجل ده مش مهرب يعني. فاضل ايه تاني ناقص يا جدعان نطلعه في العربية ده. المفروض هفتح بقى الدفتر بتاعه وعلم على كل الحاجات اللي موجودة هنا. الرفرف كلها موجودة ماشي. كده خلاص يا جدعان الرجل ده كده كده مش هيعدي خلاص. تفضل اه باشا ورقك. معلش بقى بقى تعالى بعربية مصبوطة ورق مصبوط وان شاء الله نبقى نعديك. تفضل اه باشا لف وارجع تاني. لف يا باشا بالتوكتوك اللي انت راجبه ده. هكريب لي خنفسة. تكل على الله. وجايب كل دي بضع معك. هتعمل بقى ايه دي? مية وستين دولار وفي حاجة غلط كمان على فكرة. كان فيه انت بمك خلص تقدر تناه. طيب خلونا دلوقتي ننم. يا دي النيلة. يا دي النيلة. عندنا حوار. للأسف يا جدعان عندنا حوار وبيقول لي انت جاهز لشوية اكشن. اكيد انا مش جاهز دلوقتي للأسف يعني. ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل وانطور النقطة بتاعتنا. انا دلوقتي ختم الحلقة معي تلاتة لف ستمية ستة عشرين دولار. ان شاء الله الحلقة الجاية هنحاول بقى نشتري سلاح جديد. وفي نفس الوقت نطور النقطة بتاعتنا. فيارب تكون حلقة النهاردة عجبتكم واستمتعتوا بيا. واشوفكم على خير. حلقة جديدة بازن الله. سمع